موسيقى لفت انتباهي بصراحة نعم واعجبت بعنوان الكتاب قول صريح في من هو المسيح انت وانا منعرف مهما كتبنا او تكلمنا عن شخصية المسيح نحتاج لمجلدات ونحتاج الى برامج كثيرة حتى نغطي شخصية هذا الشخص الرائع الفذ الفريد لكن اللي لفت انتباهي شو السبب انك كتبت هذا العنوان في موضوع هذا الكتاب الواقع اخي نزار انا خدمت في اذاعة حول العالم لمدة 16 سنة واستقبلت عشرات الالوف من الرسائل من كل الدول العربية وحتى بعض الدول غير العربية من الناطقين بالعربية خلال المراسلات مع المستمعين لاحظت في شغلة هامة ان البعض مش عارف شخصية المسيح وبيتساءل وكل حلقة والثانية ولاحظ نفس الاشارة فقلت لازم يكون في توضيح لهالناس فتثقل قلبي بان اخذ موضوع يتحدث عن من هو المسيح ولماذا جاء ما هي رسالة المسيح للعالم هل هو مجرد نبي مثل الانبياء لكن فيه ميزات تختلف لذلك اخترت ان يكون هذا الكتاب في هذا البحر اكيد حتى بس للمشاهدين يعني بيتكلم الكتاب عن تساؤلات اساسية بعدين من هو النبي الذي انبأ عنه موسى بالطورة وبيتكلم عن لماذا بيتكلم عن اسماء المسيح بيتكلم عن الرب عن الالهية عن الصلب عن القيامة وهكذا من الموضوعات الاساسية عن هذه الشخصية المبارك الشخص ربنا يسوع المسيح